بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أقنعني كنا في مرحلة الثانوية كثيرا ما نسمع عن رجال مثل نيتشا وكارل ماركس وحتى داروين كنا ندرسهم بحسنينية لكن لما كبرنا ودخلنا إلى الجامعة وتفتقت معارفنا علمنا بأنهم ملحدون ما معنى ملحد أن يرفض الوجود الإلهي أو الإيمان بعالم الغيب الإلحاد في ثوبه الجديد هو موضوع حلقتنا لهذا العدد انتظرونا بعد الفاصل إن شاء الله عدنا إليكم مشاهدين الكرام وموضوع جديد من مواضيع برنامجكم الممتع أقنعني اليوم إن شاء الله سيكون موضوعنا إن شاء الله موضوعا مهم وخطير جدا وذلك بمعية أستاذنا الدكتور الأستاذ طهريب الخير مرحبا بكم أستاذنا وموضوعنا هو الإلحاد في ثوبه الجديد دكتور قبل أن نشرع في بياني وتوضيحي يعني الإلحاد وأسباب الإلحاد ودواف الإلحاد لابد علينا أن نعرف معنى الإلحاد بدءا من التعريف اللغوي إلى الإصطلاحي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شاكرا أستاذ بردين على إثارة هذه المواضيع الواقعية خاصة التي تمس عقيدتنا وتمس شريعتنا وتمس طائفة من شبابنا بالذات وموضوع الإلحاد هذا أصبح الآن من المواضيع التي تتدولها جميع وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في فئة الشباب بالذات وكتبت فيها كتابات مؤتمرات ملتقايات عن ظاهرة الإلحاد والإلحاد هو ابتعد عن شيء وهي من الحيادة عن شيء والابتعاد عنه ونجد أن حتى الله عز وقال الذين يلحدون في أسمائه وكل هذه المعاني تفيد معنى التلبيس معنى الانحراف وغيرها من الصور التي تأتي بهذا المقام وعندما تربط بديننا هي الإلحاد كما يكون في الإسلام يكون في الداهودية يكون في النصرانية كله يسمى إلحاد وهو الابتحاد والانصراف عن الحق الذي تعتقده فاليوم نجد هذه الظاهرة ظاهرة الإلحاد وهو تغييب الوجود الإلهي في الكون مطلقا يعني أنا هي بمعنى العلمانية أن لا أريدك لا أن تكون مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجلسيا أريدك أن تكون بشر لا تعترف بهذه القوة القاهرة اللي هو الله سبحانه وتعالى أن هناك مدبل لهذا الكون أن هناك إله لهذا الكون بغض النظر الآن هل إلهك على حق أم إلهي على حق أصلا هذه القوة الغيبية تغييب من حياة الناس وهذا أخطر ما في الإلحاد نعم طيب دكتور ما هي الأسباب الموضوعية التي أدت ببعض شبابنا من الخروج من دائرة الإيمان إلى الإلحاد هناك عدة أسباب يعني يمكن أن نذكر من بينها أول سبب وهو الجهل بحقيقة الإسلام نحن لا نعرف ديننا ولا نعرف رسالتنا ولا نعرف بما جاء به نبينا لهذا اليوم شبابنا كل مرة يستغربون عندما يسمعون خطيب أو موعدة أو درس في قضية معينة يقولك والله لم أكن أعلم أنها من صميم الشريعة والله لم أكن أعلم بأنها حرام الله لم أكن أعلم بأن هذا موجود عندنا فجهلنا بديننا هو الذي أوصلنا إلى هذا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاد بن جبل إلى اليمن أول ما بأدى آله به قال يا معاد إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعهم إليك شهادة أن لا إله الله تصحيح المعتقد لنما يتم فيما بعد سهل فلهذا السبب الأول هو الجهل برسالتنا السبب الثاني هو عدم التفريق بين الإسلام والمسلمين الإسلام كتشريع كنظام وممالساتنا كما قال شر محمد الغزالي رحمة الله عليها الإسلام قضية عادلة ولكن محاموها فاشل الذين يدافعون عن الإسلام هو الذين شوهوا صورة الإسلام عندما تجد مغنيات أكرم الله أحد العاهرات هداها الله سبحانه وتعالى آهرة لها أفلام إباحية تخرج في وسائل التواصل الاجتماعي وتنشر وتقول أنني تبرعت لفقراء الدولة الفلنفلانية من أموالي من أموال ضغاء بكون مسلمة وتأكل ربات البيت من تديها ويلك لا تزني ولا تصدق فالجهد الآن عدم التفريق بأن هذا لا يمثل الإسلام هؤلاء لا يمثلون في صورته الحقيقية وإن ادعوا رضا أنهم مسلمين فعدم التفريق بين الإسلام والمسلمين هو الذي جعل البعض يظنون أن سلوكات هؤلاء الأفراد هي الإسلام لأننا بنتكن على حقيقتها ولكن آباؤنا وأجدادنا رحمة الله عليهم عندما كانوا يطفون البقاع والأقطار ويتجرون ويبيعون ويشترون ما قالوا لأحدهم أدخل الإسلام ولكن من خلال أخلاقهم من خلال تصرفاتهم من خلال معاملاتهم يعني تعجب هؤلاء من هؤلاء يعني التي يرخصها لنا سيدنا البعي بن عامر عندما قال له مالك الروم قال ما جاء بكم قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هذه هي رسالتنا فالسبب الأول وهو الجهد بحق الإسلام السبب الثاني الذي ذكرناه وهو عدم التفريق بين الإسلام والمسلمين السبب الثالث الإنبهار بالغالي اليوم أبناؤنا منباهرون بهؤلاء تجد لاعب كراء لا دين له ممثل لا دين له مغني لا دين له والشباب يتأثرون به فيظنون أن هذا ما وصل إلى هذا المجد إلا بخلال امتعالي عن الدين ويصبح هؤلاء هم قدوتهم هؤلاء هم أسوتهم وهذا الإنبهار خطير جدا كما قال ابن خلدون أن المغلوب مولعون بتقليد الغالي المشكلة الآن أصبحت لا تقلده في لباسه أو في تسريحة شعره تقلده حتى في قناعته الفكرية حتى في سلوكته اليومية بل وصل البعض أنهم غيروا حتى ريجيم أكلهم يأكلوا ما يأكلوا هؤلاء وذاك رياضي له ريجيم معين وأتى تأكلوا مثلهم تلك الممثلة تحتاج إلى ريجيم معين أتى تأكلوا مثلها بخذة الأمر الرابع وهو تخلف المجتمعات الإسلامية تخلف المجتمعات الإسلامية جعلها لا تكون محلة أنظار الناس ذكرنا في إحدى الحصص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تكادوا تدعى لكم الأمم كم تأكلوا في لقصيتها إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام وَلَا يَقْدِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوهَنِ قالوا وَمَ الْوهَنِ قالوا أحب الدنيا وَكَرَيْهِ الْمُولِ اليوم المجتمعات الإسلامية مجتمعات متخلفة هذا التخلف على مستوى السياسي على مستوى الاقتصادي حتى على مستوى الديني ضعف المؤسسات الدينية الباطيكان دولة لها عضويتها في الأمم المتحدة لها بابا الإسلام ليس له بابا ولا ماما كما قال شخص القرى رضاوي رحمة الله عليه فالإسلام له مناعة ذاتية فقط من طرف المحصينين وغير ذلك أما الأنظمة بأكملها لا تقوم بواجبها إتهاجها الإسلام إلا من ناحية أنه ركل من أركان وتبرزه على أنه بسماحته أو كما هو موجود في الدستة الكامل دول عربية والإسلامية أن الإسلام دين الدولة هو حقا الإسلام دين الدولة في الأوراق ولكن دين الدولة في الواقع كانت والدتي رحمة الله عليها تحدث أخي تقول له أنت أخي كبير تقول أنت لا تسأل عني ولا تغيب كثيرا عني ولا أراك فيقول لها كيف لا أتيك أمي ورصده يقول أمك ثم أمك ثم أمك قالت له يا ابني يقول أمك ثم أمك ثم أمك ولكن ليس بفمك يعني ليس بالكلام فقط فالوالدة تحتاج إلى أمر واقعي أن تعطيها شيئا من الملك تحسن إليها حتى ولو كان عندها المراهية فالآن مجتمعات تخلف المجتمعات الإسلامية جعل كثير من الشباب لا ينظر إلا إلى الغرب هذا كذلك من الأسباب التي يمكن رصدها كذلك من الأسباب قوة الباطل وضعف أهل الحق سطوة الباطل في سكوت أهل الحق هي دائما الحق والباطل في سجال وصرا ولكن متى يدمغ الحق الباطل يدمغه عندما يقف أهل الحق على حقهم الحق واقف وينتظر من يقوده ويسوقه وأهل الباطل وجدوا من يسوق لهم فعندما يجدون من يسوق لهم بطبيعة الحال سيتغلب الباطل على الحق في الظاهر في الظاهر فالآن قوة الباطل اليوم مدعمة ومدججة هذا مما يجعلنا الانتقال إلى السبب السادس وهو قوة وسائل الإعلام في نصف الانحراف اليوم كل القنوات والتواصل كلها تدعم إلى الكفر تدعم إلى هذا الأمر بشكل رهيب بل يتفننون وهذا الذي لم يكن أن أصل اليوم عن طريق مثلا وسيلة تيك توك دقائق معدودات ولكن تبعث من السموم ما تبعثه ما لا تبعثه لا خطبة ولا جمعة ولا درس ولا محاضرة عشرة من المحاضرات فلهذا نحن نحتاج إلى إعادة النظر في هذا الجانب كذلك من الأسباب التي تدفع الإحاد هو دور المستدمق في البدان العربية والإسلامية الدول التي استعمرت استعمرت حتى في عقولها ما كان يقول بالنبي رحمة الله عليه يعني يسمىها القابلية للاستعمار عندما تكون هناك قابلية للاستعمار معنى قابلية لكل ما يأتي به الاستعمار نحن عندنا في الجزائر أول ما قام به محاربة الدين محاربة مؤسسات الديني المساجد محاربة الزوايا محاربة القرآن محاربة اللغة العربية محاربة التعليم ولهذا كأغلب الشباب الذين كانوا متعليم اهتمت صفيته وعدامه اهتمت عدامه وأصبح ممارسة التجهيل على المجتمع الجزائري ويراد له أن يخرج الجيل منسرخ عن رسالته وعن دينه فقير الله عز وجل من العلماء ومن المشايخ سواء من الزوايا أو ما حاملت مشعاره جميع العلماء المسلمين في نشر التعليم الديني في جميع ربوع العالم الوطن الجزائري عن طريق المداج وذلك لمحاولة إرجاع الناس إلى دينهم وتبيين خبث هذا المستدمر في تشويه صورة رسالتنا وصورة شبابنا الأمر الآخر وهو استغلال الفقر نحن شوفوا الله سبحانه وتعالى واشقال قال الشيطان يعيدكم الفقر يعيد وعد يعيدكم الفقر وما دوش قال ويأمركم بالفحشان هذه النتيجة هو لماذا يعيدك الفقر ليوقعك بالفحشان كلا إن الإنسان لا يطغى متى إلا أهو استغلال الطغيان جاء مع الاستغنال وفي قول المدى تبارك وتعالى يعني عندما المادة تعمي صاحبها يعني يصبح لا يركز في واقعه فأما الإنسان إذا ما ابتداه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وإذا ما ابتداه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا معناها الفقر سبب من أسباب انحراف العقدي والإلحاد لما قاسنا عمر لو كان الفقر رجل اللي قاتلته فهل الطغيان لهالصور تعالى الفقر في أوساط شبابنا جعل البعض يستغلهم ويفتزهم حتى أن هناك بعض الكنائس يعيدونهم بالوظيفة وتعطى لهم كل يوم أحد مساعدة مالية ويقولنا هذا هو مساعدات مالية بالعمل وغير ذلك ولهذا هناك من يجلب من عقله وهناك من يجلب من بطنه هناك لضعف علمه تأتيه بالعقل وهناك لجوعه تأتي به معك كما قال عمر بن تغلب هذا صحابه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه ولا زال يعطيني من العطايا شوف حتى أصلح أحب الناس إليه هذا من أين جلبه؟ من بطنه لماذا جعل سيهم المؤلفة قلوبهم من أنصبت زكاة ثمان صنف المؤلفة قلوبهم من حتى نستجليبهم نعطيهم ونساعدهم وهم على كفرهم وهم على كفرهم فأقول من بابهم أو لا هو سيهم المؤلفة يقوله بهم لأبنائنا حتى لا يذهبوا إلى الإلحاد ويذهبون إلى الكفر كذلك من الأسباب كفت الشهوات والرغابات التي أصبحت اليوم متاحة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات اليوم أصبحت المعصية بسورة سهلة وأصبحت الطاعة معسورة أن تعصي الله عز وجل أرفع أصبعك فقط أن تطيع الله عز وجل كأنك تزيل حجرا من فوق جبل اليوم جميع المعاصي الآن تريد أن تبحث عن مسألة علمية في محافظة جوجل مسألة علمية ستحتاج إلى وقت وهي تلبوتي إذا أردت أي موقع فساد أو صورة خالعة أو فيلم إباحي مباشرة تصعد لك مباشرة البحث العلمي يتأخذ والبحث الإباحي يتصعد وهذا معنى هناك أمور السيلات والتيسيلات في هذا الجانب النقطة الأخيرة من الأسباب الإلحادة التي أراها وهي ضعفنا في الدفاع عن الشبهة هي شبهة أهول من بيت العنكبوت ولكن لكوني لم نكن في مستوى هذه الشبهة تضاخمت وتعاظمت هذه الشبهة بمعنى أن الذين تصدروا لرد هذه الشبهات لا يسوى على القدر العلمي الكافي لم يحترم تخصصهم كما قال ابن الجوزي لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف أو كما قال شيخ أبي حامد الغزالي من لم يطلع على اختلاف الفقهاء لم يشوم رائحة الفقه لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف هذا يريد أن يدافع الإسلام فيوقعه يريد أن يبين لهم أن الإسلام عادل في هذه الأمور وكذا فيختلق أشياء على الإسلام كما وقع لبعض روات الحديث غفر الله لنا ولهم عندما وضعوا أحاديث مكذوبة وموضوع عن النبي فلما قيل لهم فيها قالوا نحن نكذب له لا عليه نكذب له لا عليه ولكن هذه جناية من كذب علي متعميدا فليتبوع مقعده من النهاية لا هو عليه أنت وظيفتك أن تعرض بضاعتك كما هي صفية نقية أن تكون من أهلها في محلها أن تكون لكل شبهة عندنا قضايا تعلق بالإلحاد عندنا متخصصون في قصور الدين شبهة متعلقة بالأمور للطبية عندنا أطباء في التب الشرعي عندنا أمور متعلق بالقواعد للشريع عندنا علماء في الأصول والمقاصد فبكل شبهات أصحابها فعلينا أن نحترم هذه التخصصات وإن كان لك كلام فيها فمن باب الأمانة إذا كنت مدعيا فالدليل وإذا كنت ناقلا فصحة أن تنقل هذا الرد بأمان على هذه الشوهة فأحيانا بعضهم يسوق الرد في غير محله هو الرد صحيح ولكن على غير هذا المحل وأحيانا تجزع في الرد على هذه الشوهة كأنك توهم البعض أن الجزء الباقي منها صحيح أو أن هذه الشوهة حقيقة فيها جزء من الحق حقيقة ولكن لكونها خارجت من ذلك الرجل الباطل توليون تنسفها نقول لك اتق الله ولا يجرمنكم شناء نقوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب إلى التقوى نعم هذا كلام حق وإن قاله كافر وإن قاله كمسيحي وإن قاله يهودي ولهذا سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال قال خذوا الحق من فم فاجر أو كافر خذوا الحق من فم فاجر أو كافر فقالوا يا عبد الله وكيف نعرف الحق فقال لهم إن على الحق لنورا وقرأوا قوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أبسدوها وجعلوا أعزتها أذل نقطة وكذلك يفعلون قال وكذلك يفعلون هذا من كلام الله والكلام الذي سبق ومن كلام ملكة سبأ في كحالة كفرها ولكن لما كانت كلمة حق أقرها الله سبحانه وتعالى فكذلك هناك كلام من أهل الباطل عليه وجه حق علينا أن نكون منصفين وأن ننخذه وننبه عليه والحكمة ضالة المؤمن أن نوجدها فهو حق ناسي بها بارك الله فيك أستاذنا طيب ما الفرق بين الملحد في وطننا العربي والملحد في الغرب مثلا نعم لربما في الوطن العربي تجده دائما عندما يتكلم يتكلم عن الكاردة الإلهية عن إسقاط عمل الغيب كذا 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 لكن في المقابل من ذلك في أوروبا تجد ملحد عالم في الفيزياء مثلا قدم للبشرية نظريات نعم لهذا أنا أردت أن أختصر ذلك الطريق وأقول أن الإلحاد على نوعين أو الإلحاد باعتبارين هناك إلحاد علمي بقناعة وهناك إلحاد مصلحي وربما نضيف قسم ثالث وهناك إلحاد بالجهل عندي الإلحاد الأول وهو الإلحاد القناعة هؤلاء من خلال بحوتهم ودراساتهم مما وصلوا إليه يرى أنه لا وجود للإله في هذا الكون بما وصل إليه ويدافع عن هذه القناعة بكل شراصة هذا النوع الأول النوع الثاني وهو الذي يلحد جهلا منه يتبنى طرحات إلحادية ويقتنع بها ولكن ليس بقناعات يعني قناعة لا سيخة وإنما كما قال عبر الله الشيخ محمد الغزالي لقد امتد جهلهم في فراغنا لوجود فراغ عنده ملأه هذا المفهوم الإلحاد والصنف الثالث وأنا أرى هو الأخطر وهو المصلح الإلحاد المصلح له مصلحة ليشبه على غاباته ونزوته وأموره المادية لماذا هذا هو الأخطر؟ لأن الإلحاد العلمي هذا ستقنعه لأنه باحث عن الحقيقة والباحث عن الحقيقة ستصل معاه إلى حقابة إذن الله أزوجه والملحد الجاهل هذا عن طريق التعليم ولكن الملحد المصلحي هذا الصعب في موحل الجديد لهذا ابن القيم رحمة الله عليه في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بلته أحسن قال هذه الآية جاء تخاطر في الأصناف الصنف الأول وهو الذي بالحكمة صاحب العقل الذي تحدثنا عنه تناقشه عقلا قال والموعظة الحسنة هذا الغافل والجاهل بالتحدث الثاني قال والمجادلة بالتحدث هذا أصحاب المصالح قال وهؤلاء أغلبهم معاندين يجادلك عنادا يعني أنك على حق يعلم ولكن لمصلحته لا يلحب أن يعترف بك أبا سفيان لما التقى مع ملك الحبشة وذكره وقاله أحدثنا عنه وذكر كل شيء قال فأردت أخذتني نفسي أن أكذب عليه ولكن لم تطاول عني نفسي أن تؤثر علي أنني قد كذبت فهو يعلم كما عبر إلى القرآن الكريم قال يعرفون عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يختمون الحق وهم يعلمون يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم فأقول أن هناك البعض يعلم أنك على حق ولكن يقول لك أنا إذا اعترفت بك ستذهبون جميع أم صالح كما جاء هذا البيت الإبراهيم المزعوم أو ما يسمى البيت الإبراهيمي المزعومة ولحظنا كيف هرولت كثير من الدول ليس حبا فيها ولا قناعة فيها ولكن حتى يغدق عليها بالأموال وتكون عندها مساعدات ويرضع عنها الغرب فقط فليس عقيدة ولا قناعة وإنما مصطحة طيب دكتور ما هي المقاربات العلمية المطروحة لمواجهة اجتياح موجة الإلحاد الجديد لوطننا العربي ودول إسلامية والله أنا شوفوا المواجهة فلأنه لابد من صناعة أرمادة من المتخصصين لابد صناعة أرمادة من المتخصصين أولا التخصص يجب أن يكون متخصصا واحد اثنين هو حصر الشبهات ثلاثة ترتيبها بحسب الأولوية أربعة الرجود العلمية الدقيقة خامسة أن تكون قصيرة مختصرة أنا ما جيبش محاضرة على ساعة ولا ساعتين ولا تكتبي خمس صفحات أو سبع صفحات دقيقة دقيقتين كتابة أونشات ثلاثة أصدر أربع أصدر نقطة ويكون هناك عملية ضخ ضخ بهذه المادة ويكون هناك تكامل يعني قاد أسبوع هذا هذا نجعله أسبوع نتحدث فيه عن شبهة مثلا قطعية القرآن والشهر هذا نجعله الشهر الدفاع عن السنة الذين يقولون أننا قرآنيون ولا ما جدل سنة النبوية معناها يكون هناك عمل منظم متكامل منسجم له أهداف مصومة أما هذه الطريقة الفوضى ويواعظ هنا ويجلس هنا هؤلاء لم يتوب الشيء وسيئ ومشكلتنا أن الباطل منظم والحق فوضى رحمة الله شكرا أستاذنا الكريم على هذه الدرر وأنتم مشاهدين الكرام إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد إلى ذلكم الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة